اشتركوا في القناة المنتجات المالية والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مسلط فيها الضوء كذلك على أهم المعاملات التي نتعاطاها في أسواقنا الاعتيادية بشكل يومي موضوعنا لهذا اليوم هو استكمال لموضوع الحلقة السابقة في حلقتنا السابقة تحدثنا عن المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء بيد أن حديثنا في الحلقة السابقة كان في تثقيف المتعامل في تثقيفنا معشر المتعاملين مع البنوك الإسلامية كيف نطلب خدمة أو كيف نطلب التعامل مع هذه البنوك وفق طريقة ومنتج المرابحة للآمر بالشراء ما هي المجالات التي تستخدم فيها البنوك الإسلامية المرابحة للآمر بالشراء ومتى نطلب المرابحة للآمر بالشراء وما هي الخطوات التي نخطوها والتي تقطعها ملفاتنا وصولا إلى الحصول على التمويل عن طريق المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء أما موضوعنا لهذا اليوم فهو متجه إلى إدارة مخاطر منتج المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء كيف تدير البنوك الإسلامية المخاطر المتعلقة بمنتج المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الاطلاع على كيفية إدارة البنوك لهذه المخاطر يفيدنا في اتجاهين اثنين يفيدنا معشر العملاء حتى نتفهم الخطوات وحتى نفهم المتطلبات التي تطلبها منا البنوك الإسلامية قبل الدخول إلى عقد المرابحة للآمر بالشراء حتى نتفهم هذه المتطلبات وحتى نتفهم معاني ما تطلبه هذه البنوك وصولا إلى التعامل وفق المرابحة للآمر بالشراء الاطلاع كذلك على طريقة إدارة مخاطر منتج المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء يفيدنا أيضا معشر موظفي وعمالي وإدارات مخاطر البنوك الإسلامي المخاطر كما تعلمون مخاطر المنتجات المالية عموما للاهة أنواع رئيسة النوع الأول مخاطر السلع إذا اقتنينا هذه السلع ثم كنا عرضة لتغير الأسواق هبط سعر هذه السلع وهي على ملكنا وفي ضماننا فإننا نكون أمام مخاطر في قدان جزء من قيمتها وهذا النوع يسمى بمخاطر السوق كذلك إذا ضاعت في مخازننا أو تلفت في مخازننا فإن هذا النمط يسمى مخاطر السوق وهناك مخاطر الاعتمان وهي أقوى المخاطر وأخطرها فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية وفي المنتجات المالية في البنوك عموما ومخاطر الاعتمان نقصد بها تلك المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية فيما يتعلق بقدرة العميل أو إرادته بوفائه بالتزاماته أن لا يفي العميل بالتزاماته أن يتلكأ في دفع أقساط من أقساطه مثلا أن يتلكأ في قبول تسلم سلعة المرابحة للآمر بالشراء بعد أن يشتريها البنك وتكون على ضمانه وفي ذمته النوع الثالث من المخاطر هو مخاطر التشغيل وهذه تكاد تكون منحصرة في البنك يعني لا علاقة مباشرة لها بالعميل ومخاطر التشغيل تنقسم أساسا إلى قسمين مخاطر التشغيل تتعلق بعدم توظيف الموظف الكفر فتكون المؤسسة عرضة لمخاطر أخطائه وعدم كفاءته فهذا نوع من مخاطر التشغيل من نوع الثاني من مخاطر التشغيل فهو عدم اقتناء المؤسسة للأجهزة وللبرامج التشغيلية ذات الكفاءة العالية يمكن لها مثلا أن تشتريها معدات ليست من الأنواع الجيدة وقد تكون أخفض قيمة وثمنا ولكنها تكون أمام مخاطر عدم كفاءة هذه الأجهزة أو هذه البرامج إذا كنا نتحدث عن برامج تشغيل في البنك تشترك البنوك الإسلامية مع عامة البنوك في هذه المخاطر وفي ضرورة إدارتها إدارة غير معيقة لعملها لكنها إدارة تكون فعالة بيد أن البنوك الإسلامية تختص عن البنوك التقليدية بنوع آخر من المخاطر هو مخاطر عدم المطابقة مع الشريعة الإسلامية عدم مطابقة المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية مع الشريعة الإسلامية يضعها تحت نوعين من المخاطر تختص بهما عن البنوك التقليدية أما الأول فهو مخاطر السمعة فإن هذه البنوك الإسلامية إنما تخاطب شريحة العملاء التي تخاطب الذين يريدون لأموالهم أن تستهمر بطرق مطابقة للفقه الإسلامي وأن يتعامل معاملات يقرها الفقه الإسلامي وكذلك فإذا شاع عن هذه المؤسسة أن معاملاتها غير مطابقة للشريعة الإسلامية أو أن الشبهات فيها ترتفع إلى درجة تقرب من الحرام فإنها يشك أن تخسر عملاءها وأن تخسر سمعتها وبالتالي فعدم المطابقة مع الشريعة الإسلامية يعرض البنوك الإسلامية لنوع من المخاطر المعنوية المؤثرة التي أطلقنا عليها مخاطر السمعة النوع الثاني من المخاطر المعنوية مخاطر عدم مطابقة المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عدم مطابقتها مع الشريعة الإسلامية فالنوع الثاني فهو إمكانية خسارة جزء من الأرباح نعم خسارة جزء من الأربع قد تطلع الهيئة الشرعية هيئة الرقابة الشرعية قد تطلع على عملية مثلا ربح فيها البنك خمسين مليون أوقية فتطلع وتحكم على أنه ربحها بعقد فاسد فقها فتقرر أن على البنك أن يتجنب هذه الأربع وقرارات الهيئة الشرعية ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عندما تقرر أن هذه الخمسين مليون مثلا في مثالنا قد تأتت وكانت أرباحا لعمليات فاسدة وأن على البنك أن يتجنبها بأن تصرف على أوجه الخير بوجه لا يستفيد منه البنك ولو إعلانا أو إعلاما ولا يدخل في بناء المساجد ولا طبيعة المصاحف تشريفا لها وإنما يصرف على الضعثاء وعلى الفقراء وعلى المصالح العامة وهنا يكون البنك أمام مخاطر انقلبت وتطورت من كونها مخاطر سمعة ومخاطر عدم مطابقة إلى أن أصبحت مخاطر مالية حقيقية سيخسر البنك أرباح هذه المعاملات التي تعب فيها ووظف فيها من أموالها وسيكون تحت نص فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إذن هذه هي المخاطر عموما ثم إن في كل منتج من المنتجات المالية الإسلامية مخاطر تختص به تختص بكل مفصل من مفاصله مثلا المرابحة للآمر بالشراء لدينا مخاطر السمعة فيما يتعلق بالمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء على البنك أن يعي أنه إذا كان تطبيقه للمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء يبتعد عن المعنى الحقيقي وعن التعاملات الواقعية على الأرض ويقترب إلى أن يكون معاملة صورية تكبر الشبهات وتعظم الشبهات حولها فإنه سيكون عرضة لمخاطر السمعة التي ستفقده منزلته في قلوب الناس وستفقده أيضا احترامه في شريحة العملاء التي تبتغي التعاملات الإسلامية الصر عليه كذلك أن يدرك أنه إذا جازف وخرج عن إطار التطبيق الفعلي والتطبيق العملي الأمين لخطوات المرابحة للآمر بالشراء ومطابقتها مع الشريعة الإسلامية فإنه يشك أن تنكشف هذه المعاملة أمام الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية التي قد تحكم بضرورة تجنيب هذه الأموال وأن تحول إلى حساب الأموال المتجنبة التي لن يستفيد منها البنك كذلك يجينا إلى مخاطر السلعة ونحن نتحدث عن المرابحة للآمر بالشراء فإن البنك عندما يشتري السلعة ويدخلها في حسابه وعلى ضمانه استعداداً لبيعها للعميل فإنه بذلك يكون عرضة لمخاطر من مخاطر السوق مثلاً قد يأبى العميل ويتأبى أن يوقع عقد المرابحة للآمر بالشراء فكيف لنا في البنك أن نتفادى هذه المخاطر نتفاداها بالوعد الملزم للعميل بشرائها نتفاداها وندير هذا النوع من المخاطر بما يعرف بهامش الجدية ما يقدمه العميل أصلاً للبنك كجزء من ثمن السلعة احتياطاً يحتفظ له البنك به وليس عربوناً وليس لا يدخل في ملك البنك وإنما يبقى له فإذا ذهب قدماً في العملية فلا بأس وإذا تلك ولم يضر بالبنك فلا بأس كذلك هامش الجدية يرجع إليه لكنه إذا تلك وأضر بالبنك فإن البنك يأخذ من هامش الجدية بحسب ما ضاع له وما تعرض له من مخاطر نتفادى مخاطر السوق كذلك في المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء بتقصير مدة امتلاك البنك للسلعة المقصود والضروري يفقها هو أن لا يبيع البنك هذه السلعة حتى يتملكها وتدخل في الضمان لا تبيع ما ليس عندك نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن بيد أن الشريعة لم تحدد مدة زمنية لبقاء هذه السلعة في ضمان البائع حتى يتسنى له أن يبيعها إذن تقصير هذه المدة أيضا يمكن البنك من إدارة هذا النوع من المخاطر نصل الآن إلى النوع الثالث من المخاطر وهو أهمها في البنوك الإسلامية وهو مخاطر الإتمان وعندما نسمع كلمة الإتمان نقصد بها الدينة في الذمة المخاطر التي يتعرض لها البنك عندما يكون له مدين عندما يكون له دين في ذمة أحد عملائي يكون البنك يومها أمام مخاطر تسمى مخاطر الإتمان وهي باختصار احتمالية أن لا يفي العميل بالتزاماته في الأوقات المحددة فكيف للبنك أن يدير مخاطر الإتمان فيما يتعلق بالمرابحة والمرابحة للأمر بالشراء وضع له الفقة مجموعة من الأدوات ومن الآليات التي تمكنه من إدارة مخاطر الإتمان في مختلف مفاصل هذه العملية والتعاطي مع هذا المنتج أباح له الشارع أولاً أن يدرس الملف الإتمانية للعميل بشكل جيد فلا بس أن يطلع على سيرة العميل مع بقية البنوك وأن يتعرف على اللائحة القاتمة على اللائحة السلبية التي تصدرها الجهات الواصية بالعملاء الذين سبق لهم أن تعاطوا تعاطياً سلبياً مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ولا يدخل ذلك في باب التجسس على أحوال الناس وإنما هو لدراسة ملف العميل والتعرف على أحواله بدقة أباح له الفقه كذلك أن يأخذ من الضمانات وأن يضع يده على مجموعة من الضمانات المشروعة التي توفر له أن يدير هذه المخاطر في حالة تلكؤ العميل عن السداد يمكن له أن يطلب من العميل مثلاً عقاراً للرهن العقاري ويمكن له أن يطلب منه ضماناً سواء كان خطاب ضمان من مؤسسة أخرى أو كان خطاباً أو كان ضماناً من شخصية اعتبارية أو كانت شخصية عادية يذق البنك في أنها إذا ضمت ذمتها إلى ذمة عميله تعزيزاً لها فإن ذلك سيوفر نوعاً من الأمان من هذه المخاطر الإتمانية أباح له الفقه المعاصر كذلك أخذاً من الفقه الحنفي أن يشترط حلول جميع الأقساط بمجرد أن يتلك العميل عن قسط واحد وهذه المسألة وإن كانت مأخوذة من الفقه الحنفي إلا أن المصلحة ترجحها وتدفع إليها ذلك أن العميل إلى ما طلأ في قسط واحد وذهب معه البنك إلى المحكمة لهذا القسط ثم في أثناء هذه المرافعات وفي أثناء بدء عملية التقاضي حل عليه قسط ثاني فأصبح البنك محتاجاً إلى أن يفتح قضية أمام المحكمة للمرة الثانية ولديه معه 72 قسطاً مثلاً فإن هذه الدوامة ستغرق البنك في متاعب لا حصر لها ولذلك باح الفقه المعاصر أخذاً من المذهب الحنفي أن يتضمن العقد المرابحة للآمر بالشراء أنه إذا تلك العميل عن السداد فإن جميع الأقساط تصبح حالة في ذمة المدين يومها من بين الآليات التي يتاح الفقه المعاصر للبنوك الإسلامية لتدير من خلالها مخاطر الإتمان في المرابحة للآمر بالشراء هو أن يتضمن العقد التزاماً من العميل أنه إذا تلك في السداد إذا أخل بالتزاماته فإنه يتبرع بنسبة كذا عن من المبلغ الذي تلك بسداده أو ما طال فيه تصرف كل يوم تصرف على وجوه الخير دون أن يستفيد منها البنك ولو إعلاماً أو إعلاناً فهذه أيضاً ليست مثل الشرط الجزائي الذي تستفيد منه البنوك التقليدية لذواتها وإنما هي للبنوك الإسلامية إنما تكون نوعاً من درء أولئك المتلاعبين الذين يفترضوا أو يخشى البنك أن يكونوا من بين عملائه إذن كانت هذه الحلقة عن المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء عن إدارة مخاطرها وعن تفهم المخاطر التي يقع البنك تحت طائلتها عندما يدخل في معاملة من معاملة المرابحات تحدثنا عن هذه المخاطر تنقسم إلى مخاطر اتمان ومخاطر سوق ومخاطر تشغيل وتختص البنوك الإسلامية عن سائر البنوك بكونها تحت طائلة نوع آخر من المخاطر هو مخاطر عدم المطابقة مع الشريعة الإسلامية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لملاحظاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم يطلب لنا أن تتواصلوا معنا على صفحة قناة الموريتانية الظاهرة على الشاشة وعلى صفحة معدي ومقدم البرنامج الظاهرة على الشاشة كذلك إلى الأسبوع القادم هذه تحياتي وتحياتي الفريق الذي أشرف على هذه الحلقة في هندسة الصورة شيخ المصطفى الشيخنا وفي التصوير محمد الحافظ وفي الصوت سيدي محمد الكوري وفي الإخراج خديشة السيدي وإلى أن ألتقيكم في الأسبوع القادم هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة